عشد ايه ما بعرف كيف راح يكفوا اليوم لشيف حسان هيك عم فرم ماشي على السريع حتى نخلص الاطباق الاربعة يلي وعدنا يكون فيها اليوم منخلصهم منخلصهم هلأ هون اخر شي شو هلأ هلأ بصان عزيم طبعا انا عن البصل احسن ما بليش ابك بحط بصل على الوجه وايضا شو حطيتلهم سماء سماء اوكي اوكي هون شي كتير 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 قوي هاي السلاد اليوم بتعقل كتير صحية كمان هون شو هون بيصير يالله هلأ في عمنا كم شغلي خلصوا كلهم خلصوا اوكي بس في عمنا اسئلة واتسقاب اوكي نحن واعم نشتغل تفضل شو السؤال يال خلينا نخلصهم هول بيضل في عندي لكن شو عندي بهلوقت خلينا نبلش باول سؤال يالله كي خلينا نبلش بعجينة المنقيش اوكي انا بدي اعطي بس طريقة عجينة المنقيش بس لازم نحن نسجل المقادير اللي هو نحن بدنا طحين سبعة كوب ونص بدنا حليب سائل اربعة كوب زيت نباتة بدنا كوب بيض بدنا حبتين ايضا سكر بدنا معلقتين ملح بدنا رشي سكر وايضا خميري بدنا معلقة هاي المقادير منحطهم مع بعض ومنعجنهم نترك العجينة تقريبا حوالها الساعة لحتى ترتاح بعد ما ترتاح نحن منصير نرقة ونستعملها كان للمنقيش وهيدي العجينة كمان للبيتزا كتير طيبة هيدا اول سؤال نجي دا تاني سؤال بالنسبة للبيوش طبعا نحن رح نخضر بأربعة وعشرين عم بيسألنا على البيوش رح نخضر اثنين بقول لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا واللي سأل هالسؤال في حضرنا بحلقة أربعة وعشرين انا رح حضر واحد بالأشطة واحد بالكريمة اوكي اثنين اثنين واحد أبيض وواحد عشوكولات صح لا ما كمان طيب طيب خلينا هون يعني كريمة وعشوكولات طيب خلان وأشطة أبيض صح سفت أفكار يلا خلينا الي اسكوب هالطباق يلا اسباني عم ازني الاسباني كمان شاملنا اسباني مع الجيج مع الجيج حطينا بصل حطينا توم حطينا اسباني حطينا فطر أيضا حطينا الجيج وكريمة فرش ملح وفلفل أسود اوكي هون الاسباني صاروا جاهزين شو رح أعملهم هاي الخضرة بحدم خضرة حتى كمان معها الطبق ام اوكي اوكي بيضل في عندي أيضا الصلصة هلأ بها الوقت خلصنا واحد اتنين ثلاثة انا خلصوا الاربع هلأ بسنا نرجع نبترون ايه خلصوا ايه خلصوا ايه خلصوا ايه اوكي بسم الله عليك نيح عزم طيب بيضل في عندي الصلصة الصلصة شو رح أعمل عندي هيدا الوعاء رح حط أنا لبن لكن ما هوان هالصلصة للصلاة عندي لبن طبعا زيت زيتون ما بيستغني الامر عندي جبنة مرهمية هيدا مايوناز بالأول وايضا في عندي كمان مايونازو جبنة جبنة مرهمية اوكي عندي جبنة بارميزون كله بقلب كله بقلبه وايضا في عندي خل ما تكتر خل ما تكتر عندي عصير حامض وعندي سمع اوكي طيب هون صاروا جاهزين بيضال في عننا سؤال عبافظة عندنا وقت بعد لحتى نقول عننا وقت ما حدا قالنا شي طالما ما حدا حكينا الوقت لقلنا كله ما مردع حدا هايدي الصلصة لكان جاهزة صار عندي وصفة اتنين تلاتة اربعة يلا اخر سؤال الوصفة اللي عم بيسألونا عنا في عنا الكنافة طبعا هون الكنافة بتجيبوا فرق الكنافة جاهز بتحطوه بالصينية بتمدوه بكعب الصينية بتحضروا القشطة او بتحضروا الجبنة اللي هي منحط حليب على النار طبعا اتنين كوب حليب معلقة نشا مع معلقتين من السكر ايضا لحتى يغلوا مع بعض نستعين بالسميد منحط لقلهم معلقة السميد جبنة موزاريلا جبنة الموزاريلا نحن هون بدنا شوي ننقعن حليها منضيف جبنة موزاريلا والكل بيحب جبنة العكاوي كمان في ديف لقلها جبنة عكاوي بيصير في عنا خليط الجبنة منشيل هيدا خليط الجبنة منحطن فوق العجينة الكنافة منحطها الخليط فوق الفرق وايضا منفوتها على الفرن لحتى تتحمر فرق الكنافة منقلبها على صينية تانية ومنحط القطر على الوجه لكان هول تلات اسئلة انا جوابت عليهم بس بد ارجع عيد الطبق الحلو اللي قدمنانا اليوم حضرت انا بهيدا الطبق الحلو لكان مشاهدين عاليمة جبتها جاهزة طبعا مديتها وقطعتها حطيت حشايتها حطينا سميد حطينا سكر زبديت الفستو وايضا حليب وفستو حلبي خلطتهم مع بعض وحشايتهم فوضتهم على الفرن على حرارة 180 هون عندي شربة الملفوف الليت بصل الليت كرافس الليت ملفوف وايضا ضفنا بندورة مع الفلايفلي عصير البندورة او بندورة مطحونة ورشة فلفل اسود رشة ملح هالطبق هالوصف الشربة كتير طيب وايضا يعني قدي عنده هالحصص الغذائية والايمة الغذائية وايضا مضاد دل اكسا دي بحارب الامراض السرطانية اكين المشاهدين هالأربع وصفات ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم انا بدي ودعكم وبشوفكم نهار الاحد جمعة سبت معطل احد حد الوصفات كمان كتير طيبة بحارب الامراض السرطانية مشاهدين ان شاء الله اكيد اليوم ما تكونوا تبعتونا بكل هالفقرات والمواضيع اللي قدم نركن اياها بعالم الصباح بكرة نرجع نشوفكم مع عالم صباح جديد واكيد بخلال كل هالفترة يحمنكون مع كتير مواضيع العلاقة بالتحضيرات لفترة الاعياد حتى نودع 2017 ونستقبل 2018 19 شوف حالك علي تكبر لا تشبع ازراك الحقدك في في الوما ترجع شوف حالك علي تكبر لا تشبع ازراك الحقدك في في الوما ترجع قول علي انا ني قول مش رو مارسي قول عني انا نيت قول مش راق برسيت شكل خلقك فيك انا بعرف انك مؤور وقلبك رحيت اعشت حالك عليك انا 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 اشبع ازراك حالك فيك فعلو مدرجع